المشاريع توجه مركز الدخل لتأهيل الكفاءات لمؤسسة فوس بوكراع مشروع برنامج المقاولات بتظاهرة الدخلة بيزنس تشالنج أو تحدي الأعمال التي تتنافس خلالها تنافس خلالها أحد عشر مشروعا على المراتب الأولى ضمن النسخة الثانية والتي خصصت فيها مبالغ مالية لتمويل مشاريع الفائزين المزيد في روبرتاج زكريا أيت عبد المجيد ونزار بحوت هم أحد عشر شابا من حملة المشاريع بعد تكوين ومواكبة من قبل مركز الدخل لتأهيل الكفاءات التابعة لمؤسسة فوس بوكراع حضروا للتباري على الجوائز الثلاث لتظاهرة الدخلة بيزنس تشالنج مصابقة تروم تشجيع الشباب على الولوج إلى عالم المقاولة والتشغيل الذاتي مشروع ديال كان عبارة عن إنشاء مختبر لكي يهم التحاليل التي تخص الاندوستخي دو بيش ونجد سعيدة صراحة بهذا التسويج مشروع ديالي هو مخيم سياحي تقاليدي صحراوي لجسد عادات وتقاليد منطقة تعلن الناس اللونين الذين كانوا يعيشوهم في الصخرة نقدم أطباق محلية وبالإضافة للتعريف بالمنتوجات المجالية المشاركون من على المنصة دافعوا على مشاريعهم أمام لجنة التحكيم التي اختارت ثلاثة مرشحين للفوز بجوائز التظاهرة التي تتراوح بين 20 و40 ألف درهم إلى جانب إمكانية الاستفادة من قروض للشرف دون فائدة ودون ضمانات هناك مجموعة من البرامج المقاولات وهذا برنامج بين البرامج اللي كميز مدينة الدخلة اللي كان اعتمد فيه مقاربة إبداعية في مواكبة مشاريع الشباب ليس فقط عن طريق برنامج مواكبة وتكوين وتتبع ولكن كذلك خلق جو تنافسي هذه الدورة عرفت تطور من ناحية نوعية المشاريع ومن ناحية القطاعات المتخصصة هذه الدورة كانت تحتفي بـ 11 مشروع لكي مثل 13 شاب وشابة من مدينة الدخلة تظاهرة الدخلة بيزنس تشالنج في نسختها الثانية كانت مناسبة للتعريف بالفائزين في النسخة الأولى الذين تمكنوا من إخراج أفكارهم إلى حيز الوجود لتشجيع بقية المشاركين وتحفيزهم على المضي قدما في طريق المقاولة